موسيقى السلام عليكم وهلا بكم في نشرة منتصف الليل والبداية بالعنوين المدعية العامة للجنايات الدولية تؤكد حصولها على معلومات وفيديوهات تثبت ارتكاب قوات الكرامة جرائب وصفتها بالمروعة في بنغازي بما في ذلك اعدامات دون محاكمات سقوط ستة قتلى من قوات عمرية الكرامة خلال اقتحام محاور وسط البلاد والصابري ادعوات للمدنيين بالابتعاد عن مواقع الاشتباكات السراج يؤكد خلال لقائه بعدد من ضباط الجيش الليبي في طراب لاستمسكه بمبادئ المسار الديمقراطي والفصل بين السلطات ويقول انه لا بديل عن الحوار لحل الازمة الراهنة اهلا بكم اكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا ان هناك معلومات وفيديوهات وصلت الى مكتبها تفيد بارتكاب قوات عملية الكرامة جرائم وصفتها بالمروعة في حق بعض الاشخاص في بنغازي بما فيها الاعدام دون محاكمات واعربت بن سودا في جلسة امام مجلس الامن الدولي حول الوضع في ليبيا اعربت عن قلقها من تدهور الاوضاع الامنية في البلاد واستمرار حالة الافلات من العقاب في ظل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان على حد تعبيرها واضفت بن سودا ان الجنائية الدولية لم تتخلى عن ليبيا وستعمل كل ما في وسعها للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ عام 2011 مشيرة الى ان هناك تنسيق بين المحكمة الجنائية الدولية ومكتب النائب العام في ليبيا مطالبة اياه بتسليم سيف الاسلام القذافي واوضحت ايضا انها ستفتح تحقيقا في الجرائم التي ارتكبت ضد المهاجرين في ليبيا في سياق المتصل دعت منظمة العفو الدولية حكومة الوفق الوطني الى اجراء تحقيق واف في عمليات اختطاف المدنيين في ليبيا وضمان العودة السريعة والامنة لجميعهم مشيرة الى استمرار تصاعد عمليات اختطاف المدنيين على ايدي المجموعات المسلحة كما دعت منظمة العفو الدولية الاطراف السياسية في ليبيا الى المساعدة على وضع حد للانتهاكات وذلك بوقف دعمها المالي للمجموعات المسلحة المسؤولة عن هذه الاعمال الاجرامية طالبت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية بتفحص الجرائم التي ارتكبتها جميع اطراف النزاع منذ عام 2011 مشيرة في بيانها الى ان الدكتور في جامعة طرابلس سالم بيت المال هو اخر ضحايا جرائم الاختطاف ولا يزال مكانه مجهول ميدانيا اكدت قوات الساعقة الموالية لعملية الكرامة مقتل ستة من عناصرها جراء الاشتباكات التي شهدتها محاور وسط البلاد والصابري يوم الاثنين وفي السياق المتصل قرن النطق باسم قوات الساعقة الموالية لعملية الكرامة ميلود الزوي ان قواتهم بدأت في تنفيذ هجوم بري وبحري وجوي واسع على محاور الصابري وسط البلاد لافتة الى ان الاوامر اعطيت من قبل قيادة عملية الكرامة لاقتحام وسط البلاد والفندق وكانت قوات عملية الكرامة قد اطلقت في الساعات الاولى من صباح الاثنين عملية عسكرية موسعة تهدف الى السيطرة على مناطق وسط البلاد والصابري حيث تمركزات قوات مجلس شورى ثوار بنغازي اقل نطق باسم قوات الساعقة الموالية لعملية الكرامة ميلود الزوي ان قواتهم تمكنت يوم امس الاثنين من السيطرة على دار الكتب بمحور وسط البلاد وانقل المركز الاعلامي الموالي لقوات الساعقة عن الزوي تأكيده تفكيك عدد من الالغام الارضية المزروعة في محاور القتال بمطقة الزريرعية منوها بان العمليات العسكرية ما تزال مستمرة بمحور الصابري كما اكد المركز الاعلامي التابع لقوات الساعقة سيطرة قوات البحرية التابعة لعملية الكرامة على الميناء البحري ومدرسة المجاهد ومسجد المدينة المنورة الواقع امام التموينية بمحور الثامة وقال تحريات قوات الساعقة ان عناصرها تمكنت من تفكيك ثماني عشرة دانة هاوتسر وتسعي حقائب كانت جاهزة للتفجير وفقة عبيرها كما اعلنت اغلاق الطريق الممتد من جزيرة السيارات الى بريد السلماني مرورا بجزيرة رسعبيدة والى مستشفى الجلا وكبر الحديد اضافة الى مركز بنغازي الطبي وذلك من اجل تسهيل حركة سيارات الاسعاف بالمدينة فيما اكدت مصادر محلية متطابقة من داخل بنغازي اغلاق بعض الطرق بالمدينة من قبل قوات عملية الكرامة بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية قالت المصادر نفسها لقناة ليبيا لكل الاحرار ان دوية الانفجارات يسمع في انحاء متفرقة بالمدينة وذلك لقرب محاور الاشتباكات من المناطق الاهلة بالمدنيين من جهتها دعا ناطق باسم قوات الصاعقة ميلود الزوي المواطنين الى الابتعاد عن مواقع الاشتباكات والتعاون مع قواتهم لتسهيل حركة سيارات الاسعاف من جهتها اكدت مؤسسة الفتحة النافدة الاخبارية التابعة لمجلس شورة وار بنغازي ان قوات المجلس تحافظ على كامل تمركزاتها بمحاور وسط البلاد لفتة الى انها تمكنت من صد محاولة تقدم نفذتها قوات عملية الكرامة يوم الاثنين باتجاه فندق النوران واوضحت النافدة الاخبارية عبر حسابها على موقع التليجرام ان غالبية المحاور القتالية تشهد هدوءا حذرا الان مشيرة الى ان عناصرها قصفت مواقع تابعة لعملية الكرامة بقذائف الهون اضافة الى استهدافهم لنقلة جند بمحور الكبترانية واكدت النافذة الاخبارية انفجار عدد من الالغام الارضية بمحور الصابري ما ادى الى تدمير واعطاب اربع دبابات عسكرية تابعة لقوات الكرامة نبقى في بنغازي حيث انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه احد القادة العسكريين المولين لعملية الكرامة وهو يطلق الرصاص على شخص بعد ان قدم مبررات وحجج بينها انه يتقرب الى الله مشاهد تثير ردود فعل محلية مستنكرة خاصة انها تكررت حتى اصبح البعض يعبر عن خشيته من ان تكون ممارسات ممنهجة المزيد عن ذلك في سياق التقرير التالي ثلاث سنوات مرت على انتلاق العملية وما تزال بنغازي تعاني من ويلات الحرب والمعارك التي دارت رحاها على ارضها تربة سبخة مالحة ارتوت بدماء المقاتلين فخلفت حقدا وكرها وثارات لا احد يعلم كيف ستنتهي ومن ذا الذي ينهيها ثلاث سنوات والمدينة ما تزال تعاني من وقع المعارك والقذائف الصاروخية العشوائية اضافة الى الاختيالات والقتل خارج اطار القانون كل هذه التضحيات دفعت لمحاربة الارهاب واقرار دولة القانون وهي الشعارات التي اطلقها قائد العملية خليفة حفتر واكد عليها انصاره فيما بعد محمود الورفلي اامر محاور قوات الصاعقة واحد ابرز القادة العسكريين الموالين لخليفة حفتر ظهر مرة اخرى في محاكمة علنية لعب خلالها دور الخصم والحكم بل اكثر من ذلك فقد اصل لفتاوى دينية وساق ادلة فقهية دون ان يحذر البغي على خصمه الاسير كما بدى لاحقا الورفلي ظهر في مقطع مرئي وهو يطلق على الضحية ثلاثة رصاصات من مسدسه حيث اطلق الرصاصة على رأسه مباشرة ومن مسافة قريبة جدا في صورة ليست ببعيدة عن اصدارات تنظيم الدولة ولا ممارساته ما قدمنا على قفل إلا تقربا لوجه الثالث وقد ظهر الضحية في تسجيل آخر يروي كيف انه كان موقوفا او محتجزا لدى البحث الجنائي منذ الساعات الاولى من وصوله الى بنغازي مشاهد اعتمدت على تصوير اقصى درجات العنف بشاعة لم تلقى اي صدى او رد فعلا من قبل الجهات المسؤولة ببنغازي ووفق مراقبين فان التسجيلات المرئية تعتبر بمثابة اشهار مقصود هدفه بث الرهبة والفزع وان لا سلطة في بنغازي الا للقادة العسكريين بعيدا عن ساحات القضاء والعدالة وان تطلب الامر استخدام مبررات داعش نفسها وقد اعتبر الباحث الحقوقي في منظمة التضامن لحقوق الانسان خالد صالح في نشرة سابقة ان ما تقوم به قوات الكرامة يرقى الى جرائم حرب وقد اصبحت تمرر بشكل مباشر على وصائل التواصل الاجتماعي الان اصبحنا نشاهد جرائم الحرب تنقل بشكل مباشر وبشكل متعمد على الوسائل التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها يعني في اخراج يطابق تماما اخراج ما يحدث من استرات عن تنظيم باعث رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعودة اهالي المشاشية بالعوينية عمر وزاوية البقول وبمبادرة السرم الاجتماعي في منطقة ورشفانة واكد الرئاسي في بيان لها نشر المكتب الاعلامي للمجلس موصلة الجهود الى ان يعود جميع النازحين والمهجرين داخل وخارج ليبيا والعمل على تنفيذ برامج اعادة الاعمار لمناطق المهجرين والنازحين وتوفير الاحتياجات الاساسية لهم في سياق ذلك اكد عضو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في بنوليد عبداللانطاط التواصل مع قبيلتي او بين قبيلتي لمشاشية والزنتان لبداية حوار ينهي الخلافات القائمة بين الطرفين واوضح انطاط لقناة ليبيا لكل الاحرار ان هذه التهدئة المؤقتة والوساطة جاءت عقب المواجهات التي اندلعت مساء الاحد بين القبيلتين في منطقة العوينية بسبب رفض الزنتان عودة سكان منطقة من المشاشية قبل الحل النهائي للمشاكل العالقة بين الطرفين وبداية من النزاع على ملكية الاراضي وتسوية ما ترتب عن المواجهات التي دارت بين القبيلتين في السنوات الماضية وقد اكد عضو لجنة المصالحة مسعود المشاي في نشرة سابقة سقوط عدد من الجرحى المدنيين نتيجة لاطلاق مجموعات مسلحة لأعيرة النارية عقب عودة سكان منطقة العوينية الى ديارهم عقب العودة هناك مجموعات حقيقة مسلحة قامت بالرماية على السكان الذين عادوا الى ديارهم لم تكن مواجهات كانت مجموعات خارج عن السيطرة وخارج عن القانون قامت بالرماية على الناس اللي عادوا الى ملازلهم اكد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ان لقاءاته الاخيرة مع عدد من الاطراف السياسية تأتي في اطار دعم الحوار والمصالحة الوطنية مجددا تمسكه بمبادئ المسار الديمقراطي والفصل بين السلطات ولفت السراج خلال لقاء جمعه بمجموعة من ضباط الجيش الليبي الى انه لا بديل عن الحوار وان ليبيا تبنى بسواعد الليبيين دون اقصاء او تهميش وقدم الضباط تفاصيل ما اتخذ من اجراءات لدعم المؤسسة العسكرية وتوحيدها وبرامج التدريب والتأهيد في الاكاديميات والمؤسسات الامنية ثمن وزراء خارجية دول جوار ليبيا توصل اغلبية الاطراف الليبية الى تحديد التعديلات المراد ادخالها على الاتفاق السياسي مجددين التزامهم بتشجيع مصالحة ونبذي كل انواع التدخل الخارجي وخاصة التدخل العسكري ودع البيان الختام لاجتماع دول الجوار الذي العقد في الجزائر كافة الاطراف الى الانقراط في الحوار مشددا على ضرورة احترام الاتفاق السياسي باعتباره اطارا لحل الازمة ودفع نحو تطبيقه من طرف الليبيين بحثا عن حل للازمة الليبية ثمن الاجتماع الوزاري الحادي عشر بالجزائر التوصل اغلب الاطراف لتحديد التعديلات المراد ادخالها على الاتفاق السياسي مجددا التزام دول الجوار بتشجيع المصالحة الوطنية ونبذي كل انواع التدخل الخارجي في ليبيا كما دع المجتمعون في الجزائر الاطراف الليبيتا الى الانقراط في الحوار الوطني معتبرين ان ذلك من شأنه ان يقدم ضمانات لتنفيذ الاتفاق السياسي الذي يعد الاطار الوحيد لحل الازمة البيان الختمي لاجتماعي وزراء خارجية دول الجوار شددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش والشرطة تحت اشراف السلطة المدنية طبقا لاحكام الاتفاق السياسي داعيا الى تكريس مبدأ التوافق دون اقصاء او تهميش والالتزام بالحوار الشاملي ورفض العنف وعطاء الاولوية للمصالحة الوطنية واحترام الطابع المدني للدولة الليبية اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر قدم خلاله ايضا المبعوث الاممي الى ليبيا مارتين كوبلار ما وصفها بخارطة طريق السلام في ليبيا تضمنت ستة نقاط اكدت ان الاتفاق السياسي يبقى الاطار الوحيد للتسوية وان اي تعديل يجب ان يكون بقيادة الليبية كما دعت الخارطة الى ضرورة ايجاد مسار امني مواحد وامتناع الجهات الامنية الفاعلة عن استخدام العنف مشددة على قدرة الليبيين على التوسط لوقف اتلاق النار وادماج المصالحة الوطنية على جميع المستويات خارطة الطريق نصت ايضا على اهمية استقرار الوضع الاقتصادي وزيادة التعاون بين المؤسسات المالية والمجلس الرئاسي وتحسين الخدمات العامة والامن والحوكمة واشار فيها كوبلار الى ضرورة تعاون جيران ليبيا لاعادة الاطراف الفاعلة من السياسيين والعسكريين الى طاولة المفاوضات الية دول الجوار في التعامل مع الملف الليبي تزامنت مع تطورات وصفت بالمشجعة لتجاوز الازمة السياسية خاصة بعد لقاء ابو ظبي بين رئيس المجلس الرئاسي وقائد عملية الكرامة الذي اعتبر تاريخيا ولقاء روم الذي جمع بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة فأي دور يمكن أن تلعبه دول الجوار لإيجاد حل نهائي للازمة الليبية قال وزير الخارجية المفاوض بحكومة الوفاق الوطني محمد السيالة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون المغاربية الجزائر عبد القادر مساهل عقب اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر قال ان خليفة حفتر هو قائد الجيش الليبي بحسب تعبيره لافتا الى انه عين من قبل مجلس النواب المنتخبي شرعيا في البلاد بحسب وصفه السيد خليفة حفتر هل هو قائد عام الجيش الليبي بالتأكيد هو قائد عام الجيش الليبي وقرار تعيينه صدر من مجلس النواب وهو مجلس النواب منتخب من فئات الشعب المختلفة ولذلك فهو قائد عام الجيش الليبي وقد أعلن وزير الشؤون المغاربية الجزائر عبد القادر مساهل لأن الاجتماع الوزرية المقبل لدول جوار ليبيا سيعقد في العاصمة طرابلس كرسالة تضامن مع الشعب الليبي ونقلت وكالة الأماء الجزائرية عن مساهل قولة إن الدورة الحديثة عشرة تسعى للتأكيد أن دول الجوار تقفوا إلى جانب الشعب الليبي لمساعدته في الخروج من الأزمة الرهنة ودعى وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي الجزائر عبد القادر مساهل خلال كلمته أمام اجتماع دول الجوار الليبي إلى أن يكون حل الأزمة الليبية بأيدي الليبيين أنفسهم مطالبا دول الجوار والمنظمات الأقليمية والمجتمع الدولي باحترام إرادة الليبيين حل الأزمة الليبية في أيدي الليبيين وحدهم وعلينا نحن كدول جوار ومنظمة تقليمية ومجتمع دولي أن نحترم إرادتهم وأن نكون خير عون لهم على تطبيق ما يتوصلون إليه ومرافقتهم على درب المصالحة الوطنية أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر عن تفاؤله باستعداد خليفة حفتر للتفاوض على أساس الاتفاق السياسي الليبي وتطرق كوبلر إلى وجود جماعات مسلحة أجنبية في ليبيا مشيرا إلى أنها تعد مصدرا لعدم الاستقرار في البلاد بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية وأعرب كوبلر عن دعمه للمبادرات الرامية إلى توفير الأمن على مستوى الحدود الجنوبية لليبيا مضيفا أن ذلك من شأنه أن يحقق الاستقرار في ليبيا وفي كافة دول الجوار قد طرح المبعوث الأممي إلى ليبيا على هامش الاجتماع الحادي عشر لوزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر طرح ما سماه خارطة طريق للسلام في ليبيا بهدف حل حلة الأزمة الراهنة نستعرض بنود هذه الخارطة في السياق هذا التقرير تضمنت خارطة الطريق التي أعلنها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تضمنت تأكيدا أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا مشيرا إلى أن أي تعديل يجب أن يكون بقيادة ليبيا ويتم التفاوض عليه بطريقة شاملة كما دعا كوبلر إلى إيجاد مسار أمني موحد وامتناع الجهات الفاعلة الأمنية عن استخدام العنف قائلا إن قدرة القادة الليبيين على التوسط لوقف إطلاق النار على الصعيد المحلي تعد رصيدا كبيرا وشدد على ضرورة إدماج المصالحة الوطنية بصورة حاسمة على جميع المستويات على حد تعبيره المبعوث الأممي أشار إلى ضرورة استقرار الوضع الاقتصادي والمالي وعلى زيادة التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية والمجلس الرئاسي مطالبا بضرورة تحسين الخدمات العامة والأمن والحوكمة على المستوى المحلي ومنح رؤساء البلديات المنتخبين السلطة والأموال والمسؤولية كما أكد مارتين كوبلر في هذه الخارطة على أهمية التعاون والتنصيق بين دول الجوار الليبي من أجل إعادة الأطراف الفاعلة من السياسيين والعسكريين إلى طاولة المفاوضات قائلا إن استقرار ليبيا يعد أمرا حيويا من أجل منطقة قوية نشطنا متواصلة وفيها بعض الفاصل جرح البنيان المرسوس في تركيا يطالبون بضرورة سداد ديول المستشفيات التركية ويدعون إلى نقل الحالات الخطيرة إلى دول أخرى لاستكمال العلاج المداعية العامة للجنات الدولية تؤكد حصولها على معلومات وفيديوهات تثبت ارتكاب قوات الكرامة جرائم وصفتها بالمروعة في بنغازي بما في ذلك إعدامات دون محاكمات سقوط ستة قتلى من قوات عملية الكرامة خلال اقتحام محاور وسط البلاد والصابري دعوات للمدنيين بالابتعاد عن مواقع الاشتباكات السراج يؤكد خلال لقائه بعدد من ضباط الجيش الليبي في طرابلس تمسكه بمبادئ المسار الديمقراطي والفصل بين السلطات ويقول إنه لا بديل عن الحوار لحل الأزمة الراهنة أهلا بكم ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في العاصمة طرابلس مع وفد من أعيان ومشائخ تاورغا سبل عودة نازحي تاورغا إلى ديارهم وفقا للاتفاق الذي يقضي بجبر الضرر بين مدينتي مصراتة وتاورغا وتحقيق مصالحة وطنية وسلم اجتماعي دائم وتعاهد رئيس المجلس الأعلى للدولة بالمضي في مشروع المصالحة الوطنية وعودة النازحين من خلال اتخاذ خطوات عملية لتحقيق العودة الأمنة لجميع النازحين دون استثناء وفي مقدمتهم نازحو تاورغا عبر الاتفاق السياسي الليبي وملحقاته طالب عدد من جرح عملية البنيان المرصوص في تركيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وغرفة العمليات الخاصة بعملية البنيان المرصوص بنقل حالات العناية الفائقة والحالات الخطيرة من تركيا إلى دول أخرى لاستكمال العلاج وطالب الجرح في بيان لهم بضرورة تحويل الأموال اللازمة لسداد الديون المتراكمة للمستشفيات التركية على الجرح الليبيين وتوفير منحة للجرح الموجودين بتركيا محملين المجلس الرئاسي وغرفة العملية الخاصة لعملية البنيان مسئولية العواقب التي ستنجم عن عدم الاستجابة لهذه المطالب في مدة لا تتجاوز الأسبوع نطالب بالآتي نقل حالات العناية الفائقة والحالات الخطيرة والشلل والحالات التي تحتاج للعلاج الطبيعي المكتف إلى الدول المتقدمة في هذا المجال والحالات التي يتعدر علاجها في الساحة التركية ونطالب بتحويل الأموال لسداد الديون المتراكمة لاستكمال علاج الجرح والمراجعات ونطالب بتوفير منحة للجرح المتواجدين في الساحة التركية بالرغم من صدور قرار في ذلك ولكن لم يستلم جرحة الساحة التركية أي منحة ختام النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها المدعية العامة للجنائية الدولية تؤكد حصولها على معلومات وفيديوهات تثبت ارتكاب قوات الكرامة جرائم وصفتها بالمروعة في بنغازي بما في ذلك إعدانات دون محاكمات سقط ستة قتلى من قوات عملية الكرامة خلال اغتحام محاور وسط البلاد والصابر ودعوات للمدنيين بالابتعاد عن مواقع الاشتباكات السراج يؤكد خلال لقائه بعدد من ضباط الجيش الليبي في طرابلس تمسكه بمبادئ المسار الديمقراطي والفصل بين السلطات ويقول إنه لا بديل عن الحوار لحل الأزمة الرهنة للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي في سبوك تويتر ويوتيوب دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة